كمن يقف شاكدا في حضرة المكان أو بانتظار من يأتي لتحدثه عن ذكريات عبرت من هنا ودولة سطع نجم حضارتها في سفر التاريخ قديما وخذا كل ما تبقى معين ميلاد حضارة وقصة شعب عظيم قال عنها بطلموس الملك الفرعوني أنذاك أو كما تروي الحكايات هنا كان المعينيون وكان شيدت أحلام حضارة ومعابد حياة فكانت مملكة معين الدولة التي تربعت على طريق التجارة فاشتغر أبناؤها بتجارة اللبان والبخور في القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد وقبل أن يحل الخراب لتطمر مبانيها وآثارها التي طالتها أياد النهبي وعبث التنقيب العشوائي طيلة العقود الماضية وحتى الآن ومعين تاريخية قديمة يجدوا فيها حصلوا فيها ويخربوا فيها يحصلوا فيها حاجات غنية من الذهاب يحصلوا من الخرز يحصلوا من كل الحاجة لكنه تخريب عشوائي يروح يبيعوا هالسواق السوداء يعني ما يتاجروا فيها هناك ومنطقها يعني لازم يحتم بها عندما تكون أياد الأبناء معاول التدمير تغضو الأوطان بلا هوية أو تاريخ إنها الصورة الحقيقية لواقع بلاد يضيع تاريخها وحضارتها معا بفعل أبنائه الذين ينهشون آثر ماضيها الأجمل ليبيعونه رخيصا أو هكذا تقول عدسة كاميرتنا المتنقلة في أروقة مملكة معين الغابرة وما لحق بآثارها من نهب وتنقيب عشوائي وأكثر من ذلك الغياب الكلي لدور السلطات المعنية بالمحافظة ممثلة في الهيئة العامة للآثار وخيبتنا في العثور على إدارتها الغائبة فعليا أو ما يدل على أثرها رغم أهمية هذه الدولة التاريخية لكنها لم تحضر الهيئة العامة للآثار من خلال تسوير هذه المدينة أو المحافظة على مقتنياتها وآثارها مما تعرضت للنهب والسلب من قبل المواطنين وأيضا من قبل المتنفذين إنه زمن الاندثار السحيق زمن تجريف التاريخ وتمسي ملامحه الماثلة على هيئة نقوش وبناء والمتاجرة بهوية بلاد كان لها ماضيها الحافل بالحضارة قديما ليغضو هذا الخراب شاهدا على حاضرها الأكثر بؤسا علي الجرادي قناة بلقيس الجو اشتركوا في القناة